المترجم للقناة من أهم النتائج التي ترتبت على ذلك هي مسألة تكفير الآخر تكفير الآخر يعني كل فرقة هذا ما مختص بالإخبارية في مدرسة أبدا أبدا مختص بمن اعتقد بالمنهج الإخباري سواء في مدرسة أهل البيت أو في مدرسة أهل السنة لأن هذا المنهج الأخباري أيضا منهج الحديث عند الآخر يعني المنهج الحنبلي أيضا أكذا يعني يعتقد بماذا؟ يعتقد أن المرجعية الأولى والأخيرة لماذا؟ للحديث وهذه ليس جديد في مدرسة أهل البيت في المدارس الأخرى أيضا جعلوا ولهذا تعبيراتهم جدا نابية وشاذة جدا أن الحديث قاض على القرآن يقضي على القرآن ماذا تقول أنت؟ ناسخ أستحق خبر الآحاد جملة من علماء المسلمين يعتقدون ينسق القرآن وفي مدرسة الشيعة خبر الآحاد الإطلاق القرآني والعموم القرآني يقيده نص متواتر لا يتلاعب فيه لا سندا لا مضمونا يأتي رواية لا تعرف سندها لا تعرف مضمونها منقول بالمعنى متلاعبة كذا تخصص ماذا؟ الإطلاق القرآن ما رد أدخل للنتائج العلمية قلت لأن هذا البحث الآن مو بحث علمي وإنما بحث ماذا؟ بحث للمثقب حتى يتضح أنه لماذا أن سيد الحيدري ديقف هذا الموقف المتشدد من الروايات المنسوبة إلى النبي والأم مو من روايات النبي والأم هذا خطأ ومغالط يرتكبها البعض معيار واضح معيار أنه معرفة أنه هذه أحسن هل صدرت أو لم تصر؟ أو أنه كذب عليه هو يقول كثرة الكذاب عليه الأئمة قالوا أنه لكل واحد منا كذاب يكذب علينا وقرأنا رواية الإمام الرضاية تذكر الأعزاء في الحلقات السابقة تمام؟ من هنا أعزائي أبدأوا أبدأوا بتكفير الآخر للمسلمين حتى لا يقول قائل سيدنا لماذا فقط تقرأوا روايات نصوص التكفير تكفيرنا للمسلمين ولا تقرأ نصوصهم الآن أبدأوا مولانا بهذا نعم التفتوا جيدا هذا كتاب الصارم المسلول نعم الصارم المسلول على شاتم الرسول من أهم كتب الشيخ ابن تيمية المجلد الثالث انظروا ماذا يقول يقول وَأَمَّا مَنْ سَبَّلْ عَدَالَةِ سَبَّا لا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ ايش قال مثلاً؟ قال بيني وبين الله كان بخير كان جبان علمه ما كان أعلم عالم كان بس مو أعلم يقول لابد أن يعزر ويؤدد انت مو من حقك تقول للصحابي هذا شو يطول قصة يروني ما مسمح ما مسمح يا ابن تيمية هاي وين موجودة بالقرآن؟ يقول شو يسوي في القرآن؟ مش عدي وين القرآن أنا الروايات هالشي كلها أعلم على القرآن ما يحتاج أفل ما أحتاج أجر نعم لا يحكم بكفره بمجرد ذلك وَأَمَّا مَنْ لَعْنَا وَأَمَّا مَنْ جَاوَزَ ذَلِكْ إِلَى أَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ ارْتَدُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ هذي إشارة إلى من؟ إلى الشيعة إلا نفراً قليلاً فهذا لا ريب في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا عنهم والسناء عليه بل من يشك في كفرهم فهو كافر يعني إذا إجه فدواحد في كفر الشيعة كافر مو أنه الشيعة كفار أخاف يطلع فدواحد سني أخاف يطلع فدواحد سني يقول بابو هذول المسلمين التهموا الحق بهم وهذا الذي ألان نتجده ألان يعني إذا هذه الفرق أي واحد يتكلم كفر كفره وخلصه الآن من يتجده في الواقع الشيدي بدأت هذه الحالة لو ما بدأت الآن موجودة الآن موجودة الآن الآن تفضائيات تجد يكفرون علماء الشيعة يقولون زنادق يقولون كفار يقولون ظالين يقولون مظلين يقولون إلى آخرين لماذا؟ لأنه لا يتفق معه في الريد ولهذا بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين خب جيد ماذا نفعل لهم؟ يقول بيني وبين الله الوظيفة الأصلية من وجد واحدا من هؤلاء فعليه ماذا؟ أن يقتلهم عن بكرة أبي هذا هو الدستور لداعشه ونصره وإلى غير ذلك تقول هذا علم من أعلام المسلمين الشيخة هذا المنهج المنهج الأخبار هذا مورده مورد آخر هذا كتاب غربة الإسلام للتواجري المتوفى 1413 مولانا التفت جيدا هذا كفر منه؟ الروافط والشيعة ومن يشك في كفر هذا هو أحسن هذا هوية أوسع هوية أوسع هذا بعدها جملت أكبر هوية أوسع هوية أوسع يقول فأما الطامات في كتاب غربة الإسلام المجلد الأول صفحة 126 وكان بيودي أنه هذا يخرج للمشاهد حتى يعرف أنه نص العبارات نعم فأما الطامات التي تفعل الآن في أكثر الأقطار الإسلامية لا سيما في العراقي ومصر فأما نصر ها؟ شيعة أو مشعة؟ نعم بشعة مصر شيعة؟ لا بقسم شيعة لا 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 كلهم زلنا بيني وبشعة قليلين جعل حددهم أولا تمام تمام فأمر لا يضبطه الوصف ولا تحيط به العبارة وحسبك شرا من مصرين هما كالبحر المحيط لأنواع الشركة بالله هاي ليش؟ كلهم مشركين؟ لأنه يرحون يزورون المزارات وعدهم كذا وكذا بعد يقول مختصر مفيد خلأ أقول لك بيني وبين الله هذول المشركين منهما يقول كالشامي ومصر والمغرب وبلاد العجم والهند والبحرين والقطيف والإحساء وغير ذلك من الأمصار تكتير دول يا كلهم 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 يقول أما أهل الإسلام الحقيقي فإنهم نزروا قليل المستلعفون منهم مسحنا الوهابية كلها كفة كلهم مشركين الكافر قد يطلع من النار يروح وين؟ للجنة المشرك يبقى خالد وين؟ وين يبقى خالد؟ في النار لأن الله يغفر أن يشرك به أو لا يغفر إذن يخلص له مخلد في النار يا راية يقولون من أهل النار خالدين فيها أبدا تقول لي سيدنا هسا هذا قرأنا شوف المنهج الروائي ماذا ده يفعل هسا يتدليني بيني وبين الله وين عدك بالقرآن كل المسلمين مشركين عدك مكان مولان؟ وين الشيعة مولانا؟ كلهم مشركين مولانا وين مولانا؟ ما تلقى؟ ولكن شنو عنده؟ وهذا التكفير الدولي هذا خالد هسا ألا أن تعال تقول لي سيدنا الشيعة عشن أقول شوفوا المنهج الإخباري كيف اخترق حتى المنهج الأصولي يعني حتى الاتجاه الأصولي عند الشيعة الإمامية مفروض كان لينخدعون بهذا التوجه الأخباري هذا كتاب جواهر الكلام وصاحبه من؟ الشيخ محمد حسن النجفي أصولي أم أخباري؟ أصولي بامتياز في كتابه جواهر الكلام المجلد الثاني عشر أقرأ العبارات يقول وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين من المخالفين؟ المخالفين لمنهج أهل بيت عليهم أحسنتم يعني كل مسلمين نعم ونواصب كل الذي خالف المنهج يعني خارج المنهج خارج نعم فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين مو بالكفوة شن فرق الخطاب هسا؟ هذا الخطاب عن هذا شن فرق إليه تسألني؟ أسأل أولئك الذين يقولون لماذا تنقذ هذا الخطاب يقولون لماذا كان ينبغي السيد الحيدري يستمر فقط بوجه سهامه إلى ماذا؟ إلى هؤلاء إلى هؤلاء لماذا وجه بعض سهامه إلى من؟ نفس الخطاب نفس الخطاب عزيزي إذا بيني وبين الله نفس المنهج المعتمد تقسل قرآن الكريم وأنت أيضا تقسل قرآن الكريم يقول لاتحادي ذلك ماذا نفعل؟ شوفوا النتيجة ما هي هذا القطيع الأوجدتها لسه مو فقط قطيع علمية ومعرفية وعلاقات اجتماعية ماذا؟ طيبة يقول ماذا؟ يقول بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشاد يعني الفضائيات نعم ومن أفضل عبادة العبادة الله أكبر شد حزامك وهذا اللي تجد أنت الآن بعد فضائيات الشيعة تفعل أو لا تفعل بعد فضائيات السنة تفعل أو لا تفعل بيني وبين الله قربة إلى الله ليل نهار يشتم الشيعة وبعض الشيعة الماذا أحبر عنهم جهلة أحبر عنهم كذا ما أعرفي والله مغرضين هل المستفيد من هذه الحلب هذا الصراحة؟ هل سأقول لك هل سأقول بعد ذلك؟ صراحة من المستفيد الجواب أنا أقول المستفيد الأول والأخير هو أنه بعد هل يوجد أحد يريد أن يدخل الإسلام أو لا يريد أحدا؟ يقول بيني وبين الله هذول الشيعة يقولون هذول كفار وهذول يقول هذول بيني وبين الله هذول غير أم هذول يقتل بعضهم بعضا مو فقط في البعد المعرفي بل في البعد الاجتماعي سبوا شتموا هجاء يقول بعد وأولى من ذلك غيبتهم أقعد استغيبهم بعد بعد مولانا ماذا أقول؟ وأكمل القربات أفضل القربات شو سواء أنت؟ تقعد تستغيبهم تتهمهم تسقطهم خلي يكون كل مجهودك ووقتك بهالاتجاه لازم يكون الآن توجد في الفضائيات السنية والشيعية هذه مال تصرف ومزيارات تمام هذا يا منهج هذا منهج الأخبار سني أو شيع وأكمل القربات فلا غرابة أن ذلك من الضروريات بل القطعيات يعني قابلا للمناقشة تقولي أخبار أحد ظني فالنتيجة ولخص لك الكلام فالنتيجة ولا يخفى على الخبير الماهر هذا الإنسان المحق العالم الحاذق الواقف على ما تضافرت به النصوص تضافرت يعني رواية وروايتين وعشرة لو ما شاء الله بل تواترت مو متضافرة أخبار تقولي شك متواترة مثل القرآن ماذا نفعل يقوله أخذها مني فتوى اعمل من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب بينك وبين الله هذا الخطاب داعشه هذا الوجه الآخر للداعشي هذا وجهه و هذا وجهه مشابه وجهه لعملة واحدة نعم فرق أنه أولئك حولوا هذا البعد النظري إلى واقع عملي هذا لا زال في إطاءة الحمد لله أنه ما صار لوقع و نرجو الله أنه لا نصل ولكنه إذا استمرت هذه الثقافة هذه الثقافة التحشيدية حشدة كفار كذا كذا المنافقين هذولا لابد أن نقض عليهم لابد أن نخلصوا الأرض من رجال العدو الأول الأولى بالمواجهة أنا أمامكتك الآن داعش وكذا يحاربون الصهاينا ولا يعاربون لا لا في معزل لا أبدا في معزل لأنه الأولوية لمن مفروض أن بأسهم بينهم بأسنا بيننا هذا واقع الحال هذا علم من أعلام الإمام نعم قد تقول لي سيدنا هذا متوفى سنة 1266 من الهجرات سيدنا قبل 180 سنة 170 سنة قريبا 200 سنة الحمد لله علمان المعاصرين لا تغير الواقع الآن الوضع الآن الواقع الفكري السيد القوي في كتابي التنقيح المجلد الثالث صفحة المجلد الثالث صفحة 87 يقول فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية التفت جيدا يعني من حيث الطهارة نجس له طاهر طاهر جيد وإسلامهم خلي ذهنك يمي جيدا وإسلامهم ظاهرا نعم يعني في الواقع غير مسلم سيدنا على من نقول حتى الزيدية حتى الإسماعيل لأنه إثنى عشرية له ليسوا إثنى عشرية ليسوا إثنى عشرية زين ترى في الواقع هذولا شنو كفاء فقط أحنا في الدنيا هذه وجهة نظر أولا دينقل رأيه لا 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 رأيه وفتواه واعتقاده ماذا ينقل عن آخر أبدا وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخر في النهاية يمكن أن تعبر عن وجهة نظر ما عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة أريد أقول أصولي أسيد الخوية وليس أصولي ولكن له المنهج الذي يتعامل به منهج ما هو منهج أخباري قد تقول سيدنا فرق كبير أنت لماذا تمثل أو تشبه هؤلاء بالدواعش والنصرة والقاعدة وأولئك فعلوا كذا كذا الجواب تعالوا أمامكم هذا العلامة المجلسي في البحار نعم يقول بأنه في المجلد الثامن صفحة ثلاثمائة المجلد الثامن صفحة ثلاثمائة وتسعة وستين من البحار المجلد الثامن يقول ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا في حكم الكفار مو فقط في الآخر سيد الخوة مولانا فالدرجة أقل قال في الدنيا بحكم المسلمين ولكن في الآخر شنو؟ من الكفار أما يقول كثير من الأخبار شنو يقول في الدنيا أيضا ماذا؟ من الكفار من الكفار إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه الإمام الثاني عشر عندما يظهر يجري عليهم حكم السائر الكفار في جميع الأمور أنا السؤال سمعت سيد عذرا على المقاطعة أنا أقول أنه هذه وجهة النظر أليست مبنية على حديث أو رواية رواية بل لي رواية نعم أنا ما أقول بيني وبين الله ولكن الروايات بالضرورة صدرت أو قد قلب على الأئمة هذا قل لماذا؟ لأنهم قالوا لنا اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا لما دامت تخالف القرآن قاطعا هي كذلك وامتهت القضية أو أنها من قول إلينا بفهم الراوي حسن صحيح لكن لأننا أقصينا القرآن صارت هذه حجة طيب ولهذا يقول الإمام الحجة يجري عليهم حكم الكفار وفي الآخرة يدخلون النار ما كثين فيها أبدا مع الكفار يعني يخرج أو لا يخرج بعد؟ لا يخرج طيب إذن لا أن شخصنا مشكلة سمحت سيد جيد جدا لابد أن نصف العلاج لهذا العلاج واضح أنا أتصور إذا العلاج في جملة واحدة ولا أطيل على المشاهد إذا عزلتم المعرفة الروائية عن المعرفة القرآنية لا حلة كيف يعني العزل؟ يعني أنه تجعل القرآن ليس هو المرجع الأول أقول إذا عزلت المعرفة الروائية ولم ترجعها إلى المعرفة نقع في هذه المطبعة لا حل لها لأن هذه الرواية هذه الدعوة للآخر أيضا؟ بلي دعوة للآخر أيضا؟ أنه لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ نعم إلى القرآن الكريم؟ القرآن هو الكلمة هو الكلمة الفصل هو الكلمة الفصل فيما اختلفت الأمة لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى كتاب ربها طيب أستقول لسيدنا في النتيجة هذا الكتاب ربنا أيضا له تفاسير متعددة له نظريات متعددة له توجهات متعددة الجواب أطمئنه كثير من هذه النظريات وهذه التوجهات وهذه الأفهام سببها أنهم نظروا إلى النص القرآني من زاوية النص الرواية يعني لو يعزل نفس نعم هو الذي قادهم إلى هذا الكتاب أحسنتم يعني هو يعيس القرآن بمعيار أحسنتم يعني لبس نظارة ماذا؟ نظارة كتاب الكافية أو كتاب الصدوق وضعه على عينيه ثم دخل إلى النص القرآني فيرى النص القرآني على ما هو عليه بمنظار وهو أيضا الآخر وضع البخاري ومسلم وأحمد وضعه على عينيه ودخل إلى النص القرآني يرى النص القرآني أو لا يراه يراه بذاك المنظار فإذا يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة المشترض أن يكون العكس يكون يكون العكس أحسنتم أن يلبس أولا النص أو المعيار ماذا؟ القرآني المعيار القرآني ماذا يقول؟ يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إذن لابد أن يتحرك بين المسلمين بمنطق الفرق والمدارس والاتجاهات والكذا بمنطق الأمة الواحدة فإذا تحرك فإذا تحرك بهذا المنطق أي شيء وجد في الروايات ينافي وحدة الأمة قوة الأمة تماسك الأمة ماذا يقول؟ يقول ينسجم مع روح القرآن أو لا ينسجم ينسجم بالتأكيد إذا يعارض إذا يعارض لا ينسجم بالتأكيد وإذا يوافق ينسجم أستاذنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه توجد مجموعة من الروايات تقول القومية الكذائية في الروايات موجودة يكره التعامل معها لأنها حي من الجن هم بشر ولكنه يكره أنا ما رد أجيب بيني وبينها حتى لا تسكن إساءة لأحد يقول هذه الروايات جزما مخالفة للقرآن شنو أحنا في القرآن جاءت عندنا أسماء القوميات يقول لا ما جاءت ولكن منطق القرآن يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم منطق القرآن ليس منطق القوميات وليس منطق الإثنيات وليس منطق اللغة وليس منطق تصنيفات منطقه منطق الإنسان المتقي وهذا النص يخالف هذا النص القرآني وروح القرآن لن نضرب به عرض الجدار والآن عندما ترجع أنت إلى جملة من الرسائل العملية الآن في عصرنا تجد عندما تأتي في باب المعاملات يقول ويكره التعامل مع القومية الكذائية مع الجماعة الكذائية لماذا؟ كراها لكراها بل يعني وجدت لها أثر حتى في بل بل لا أثر اجتماعي هذه يا ريت أنه فقط أثر معرفي يعني نظري وإنما مرتبط وين في البعد الاجتماعي بينك وبين الله مع هذا إلى متى يمكن أن تبقى مسكوت عنها مثلا لا أعلم لا أعلم أولئك الذين أولئك الذين يدعو يدعو يقولون لي زيدنا أبقي هذا المسكوت على ماذا؟ على حاله يعني ما تفضلت بي سماسي حتى التوصيف ومن هم يعني أنا ممكن أن نسمعه حتى من غير المتخصصين وغير الباحثين يسألنه لماذا قيل كذا هل فعلا هذا الشيء موجود يعني حتى بلي موجود بلي في النصوص الروائية موجود نعم ونتسأل يعني يطرح السؤال وهو مستغرب وكيف هذا الموجود وهو من حق هذا نعم إنما يحقق عن العلاج ماذا يوصف له العلاج العلاج جملة واحدة قلت وأكررها وهو أن كل ما جاء من النصوص من النبي من الأئمة المحورية لأي شيء أقصد أقصد لمن يصدر فتوة متأثرا بها بل ماذا وعلاجه بينهم لا أستطيع أن أفعل له طبعا وهذه تستفحل كثيرا في قضية المرأة عندما نأتي إلى النص القرآني نجد أنها تتحرك المرأة على قدم المساواة مع الرجل مع الرجل الذكر والأونس بينما في المسلمات في الحديث أما عندما تأتي إلى النصوص على هامش على هامش ناقصات الحقول خلاص انتهت القضية بودي نخليها في موضح أنا باقي عندي خمس دقائق سمحت السيد الآن الآخر غير المسلم أيضا من النتائج المترتبة أنه واقع الحال الآن ينظر إلى الإسلام من خلال ما ورد في الحديث وفي كتب لا 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 ينظر إلى الإسلام من خلال ما تقوله هذه الفرقة في حق تلك الفرقة وتلك الفرقة في حق هذه الفرقة بعبارة واضحة لماذا؟ وبالتالي يخاطمون هذا هو الإسلام قل هذا إسلامكم انظروا أن الشيعة يقتلوا يكفرون ماذا؟ السنة وأن السنة يلعنون ويكفرون ماذا؟ الشيعة إذن المحصلة بعضهم يكفروا ماذا؟ بعضا وبعضهم يلعنوا بعضا لماذا نقدم لهم هالخدمة؟ وخدمة ما بعدها خدمة ننطيهم الإيد اللي يتواجعنا حتى يمسكون ويمسكونوا الآن أنتم تجدون بأنه هذه الظاهرة التي بدأت في أوائل انتصار الثورة الإسلامية وحصلت تلك النهضة الواسعة في الغرب مولانا الآن بدأت ماذا؟ تتراجع إلى الوراء لماذا؟ لأنوا يقولوا هذا الإسلام انظروا هذا الإسلام ولهذا أنت تجد هذه الفضائيات أنا أعبر عن فضاهيات السب فضائيات اللعن فضائيات تكثير الآخر عموما تجدها من البلاد الغربية مولانا تحتضن هناك وماذا؟ وتقدم لها كل الإمكانات بفضل الله عموما هي منبوذة اجتماعيا عموما حاليا هي بفضل الله منبوذة أنا أريد أبين لك الآن توصيف أنا بيني وبين الله سأثارها لها أرجو الله كذلك ولكن أنا أريد أقول لماذا أنه هم يقولون بأنه أساساً لا نسمح بإيجاد الكراهية والبغض أليس هذا قوانينهم؟ لماذا لحظت فضائياتكم في هذه الدولة الغربية وفي تلك الدولة الغربية مولانا تقدم لها كل الإمكانات وتجمع ملايين الدولارات مولانا للكراهية وتكثير الآخر وأنتم لا تقولون شيء لأنه هذا يصب في مصلحة من؟ أنا لا سمح الله أتهم أحد الله يعلم أنه لست بصدد اتهام أحد في نواياه ولكن أقول عمله في مصلحة من؟ في مصلحة دعوة لإعادة النظر لإعادة تحديد الموقف المناسب تشخيص المصلحة العامة وهذا الذي أنا دعوته بإليه وهذا الذي أدعو إليه وسأبقى أصر عليه لا لشيء إلا لحفظ كرامة القرآن أولا ولحفظ كرامة النبي ثانيا ولحفظ كرامة علي وأولاد علي وأهل بيت علي وأهل بيت النبي ثالثا وللمصلحين والمضحين والمنتجبين والذين فدوا أنفسهم من الصحابة لأجل قيام الإسلام قليل من الصحابة قتلوا في سبيل قيام الإسلام كثير جدا لا بد أن تحفظ كرامتهم انظروا إلى صحيفة السجادية انظروا الإمام السجاد ماذا يقول في حق الصحابة الذين فدوا بكل شيء بكل ما يملكون لأجل ماذا؟ لأجل الإسلام لأجل الإسلام نتمنى أن يتحسن واقع نرجو الله نتغير هذه الأمور لأن ما هو مسكوت عنه الآن لا يمكن السكوت عنه في وقت لاحب لا معنى للسكوت في عصر التكنولوجيا لا يمكن أن يقاشي في طيات الكتب وبالتالي لابد أن نضع يدنا على الجرح ونعالج هذا الجرح قبل أن يأتي العدو ويخرب كل هذا البناء على رؤوسنا يأتي ويوظف هذه النقاط ويجعلها نقاط ضعف ضدنا سمح سيد كمال حيدر أشكرك شكرا جزيلا